اجرى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين جلسة مباحثة مع الرئيس المصري المؤقت عدل منصور الذي وصل الى عمان اليوم في زيارة عمل قصيرة تركزت على سبل تطوير العلاقة الثنائية في كافة المجالات بالاضافة الى بحث عدد من القضايا الاقليمية والدولية وشدد جلالته خلال لقائه الرئيس عدل منصور على ان الاردن ينظر الى مصر الشقيقة كدولة هامة واساسية في محيطها العربي والاقليمي ويدعم خيارات شعبها المستقبلية بما يعزز وحدتها الوطنية ويمكن مصر بجميع مكوناتها من ترسيخ امنها واستقرارها واستعادة مكانتها ودورها الريادي في المنطقة وأكد جلالته والرئيس المصري على اهمية عقد اجتماعات اللجنة العليا الاردنية المصرية المشتركة في اقرب وقت ممكن لتكثيف التعاون الثنائي في مختلف المجالات خصوصا فيما يتعلق بملف الطاقة والغاز المصري فضلا عن العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية واجدد الزعيمان الحرص على استمرار التشاور الاردني المصري وصولا الى بلورة مواقف عربية منسجمة ازاء مختلف القضايا الاقليمية وفي مقدمتها عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية واحذر جلالته والرئيس المصري من ان مواصلة اسرائيل لاجراءاتها الاحادية وسياستها الاستيطانية والاعتداءات المتكررة على المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس تهدد بتقويض العملية السلمية كما جرى استعراض اخر مستجدات الازمة السورية حيث جدد جلالته التأكيد على موقف الاردن الداعم لاجاد حل سياسي شامل للازمة ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق ويحافظ على وحدة سوريا ارضا وشعبا مشيرا في هذا الصدد الى جهود التي يبذلها الاردن للتعامل مع الاعداد الكبيرة من اللاجئين السوريين المتواجدين على اراضيه من جهته ثمن الرئيس منصور مواقف الاردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الداعم لمصر وشعبها والدور الاردني في تعزيز العمل العربي المشترك وخدمة قضايا الامة العربية مقدرا عاليا حقيقة ان جلالة الملك كان اول رئيس دولة زار مصر في اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو مؤكدا حرص بلاده على ادامة التنصيق مع جلالة الملك حيال مختلف التحديات التي تواجه الامة العربية في هذه المرحلة خصوصا سبل التعامل مع الازمة السورية وبما ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق لطالما حافظت الدبلوماسية الاردنية على علاقات جيدة مع الشقيقة مصر على الرغم من تقلب الظروف السياسية في الجمهورية العربية وتغير رؤسائها على مدار ثلاثة اعوام مضت وذلك انطلاقا من المصالح المشتركة بين البلدين واهمية مصر كدولة عربية كبرى ينعكس استقرار الاوضاع فيها على المنطقة جلالة الملك عبدالله الثاني حرص على تأكيد الدعم الاردني لمصر عبر قيامه باول زيارة لزعيم لها بعد ثورة الثلاثين من حزيران داعما لخيارات الشعب المصري كما اصدر توجيهاته باقامة مستشفى اردني ميداني في مصر تلتها زيارة لرئيس الوزراء الدكتور عبدالله نسور شارك خلالها في الاحتفالات المصرية بنصر اكتوبر ليستمر التشاور والتنسيق بين البلدين في مختلف القضايا وتفتح افاق جديدة للتعاون بينهما ملفات مشتركة بالغة الاهمية ومصالح متبادلة ترسم ملامح العلاقات التي يراها مراقبون تتجه نحو افاق اوسع من خلال ما تم تأكيده خلال الزيارات المذكورة انفا حيث تم التركيز على التعاون الاقتصادي والاستثمارات بين البلدين وتوحيد الجهود العربية تجاه قضايا المنطقة وفي مقدماتها القضية الفلسطينية والازمة السورية ملف الغاز المصري الاستراتيجي لقطاع الطاقة في المملكة هو احد ابرز القضايا على طاولة الحوار فتذبذب امداد المملكة بالغاز نتيجة الاوضاع الامنية وتفجير انابيب الغاز والمشاكل الفنية الاخرى شكلت عبءا على الاقتصاد الاردني الا ان الجانب المصري اكد التزامه بالاتفاق المشترك بين البلدين بتقديم الغاز للمملكة باسعار تفضيلية والعمل من قبل الجانب المصري على تصويب الاوضاع في سيناء واعادة ضخ الغاز بالكميات المتفق عليها العمالة المصرية تشكل ايضا رابطا وطيضا بين عمان والقاهرة فالاردن يستقبل عشرات الالاف من العمالة الوافدة من مصر والتي تشكل سبعين بالمئة من العمالة الوافدة الى المملكة فيما يتم التنسيق مع الدولة الشقيقة باستمرار لتذليل العقبات التي تحد من قدرة الجانبين على تقديم افضل الخدمات لانتقال العمالة الوافدة من مصر بما يضمن تنظيم السوق الاردني الملفات الاقليمية تعتبر اهتماما مشتركا للجانبين وابرزها المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية والازمة السورية اذ يصف مراقبون الموقفين الاردني والمصري بالداعمين الرئيسيين للشعب الفلسطيني بدرورة حصوله على حقوقه المشروعة باقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بما يحقق سلاما شاملا وعادلا الاردن ومصر يدعمان ايضا الحل السياسي للازمة السورية ويدينان قتل المدنيين واستخدام الاسلحة الكيماوية في النزاع الدائر هناك اضافة الى تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجهود المبذولة لعقد مؤتمر جينيف اثنين هي اذا علاقات يحرس الجانبان الاردني والمصري على استقرارها واستمرارها عبر التنسيق والتشاور فيما يتعلق بالمصالح المشتركة وتبادل وجهات النظر بالقضايا ذات الاهتمام المشترك ما يدفع المراقبين والمحللين الى وصف هذه العلاقة بالاستراتيجية